موسيقى موجز لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم أكد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية كأن تداعيات الحرب الانقلابية للميليشيات الحوثية الإيرانية ألحقت أضرارا جسيمة باليمن وطنا ومجتمعا والتي طالت تداعياتها الأبرياء والعزل من الأطفال والنساء الذين هجرتهم الميليشيات من مدنهم ومناطقهم وقتلت أباءهم في حربها الإجرامية التي استباحت معظم محافظات الوطن لفرض تجربة دخيلة بقوة السلاح وبدعم مدي وعسكري من قبل إيران وقال رئيس الجمهورية في حوار أجرته معه قناة بي بي سي نعمل جاهدين في إطار مسؤوليات ناتجها شعبنا لإنهاء تلك المعاناة والتداعيات التي تسببت بها الميليشيات الانقلابية ونعمل بكل ما أتينا من إمكانات وموارد لمواجهة التحديات المعيشية والخدماتية وتطبيع الأوضاع الأمنية ومحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله في ظروف صعبة ومعقدة التقى نائب الرئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح محافظ محافظة البيضاء ناصر الخضر السوادي لمناقشة المسجدات الميدانية وانتصارات الأبطال في المحافظة وهنأ نائب الرئيس محافظ المحافظة وأبناء البيضاء بالانتصارات الكبيرة التي تتحقق في مختلف الجبهات والميادين بفضل تضحيات الأبطال وصمودهم الأسطوري ودعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطرق اللقاء إلى اليهود المبذولة في تطبيع الأوضاع وتلبيته وتطلبات المواطنين في المناطق المحررة بالمحافظة ونوها نائب الرئيس لمساعي الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية لأحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على أهمية التعليم والارتقاء بدوره المحوري لمجابهة مختلف المخاطر التي تتهدد الأمة لتحصين النشء والأطفال من مآلات الجهل والتخلف الذي تستغله قوى الشر والإرهاب الحوثية لتجنيد الأطفال واستخدامهم وقودا لمشارعهم الضلامية التدميرية وأشاد رئيس الوزراء خلال استقباله في العاصمة السعودية الرياض كل من رئيس وأعضاء حكومة الأطفال بالدور الذي يقومون به وسعيهم للتخفيف من معاناة الأطفال الذين يعانون من ويلات الحرب الإجرامية الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوثي الإيرانية على شعبنا اليمني وأطفاله ونسائه قصفت مقاتلات التحالف العربي معسكرا تدريبيا للحوثيين شرق مدينة الحديدة وقالت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف العربي قصفت معسكرا تدريبيا للحوثيين يقع بين منطقة تعبال وبرع مؤكدا مقتلوا إصابة العشرات من المجندين في صفوف الميليشيات الحوثية وأضافت المصادر أنه تم نقل عدد كبير من جثث الميليشيات الحوثية إلى مستشفية الحديدة وأن العشرات من تلك الجثث لا تزال حيث المعسكر المستهدف وكانت ميليشيات الحوثي الإنقلابية قد أجبرت الأهالي على الدفع بأبنائهم للإنخراط في صفوف الحوثيين واستحدثت على إثر ذلك معسكرات تدريبية لاحتوائهم تخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسلوذة بطيران التحالف العربي معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي الإنقلابية في مديرية باقم شمال محافظات صعدة وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني مسلودة بطيران التحالف العربي حررت سلسلة جبال العبد والوسط بمديرية باقم وتمكنت من قطع خطوط الإمداد للميليشيات الحوثية الذي يربط قرية مزهر بمركز مديرية باقم وضفت المصادر أن قوات الجيش تفرض حصارا خانقا على ميليشيات الحوثي الإنقلابية المتمركزة في مركز المديرية وتقطع عنها خطوط الإمداد وأكد المصدر أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من أسر أربعة من عناصر الميليشيات الإنقلابية فيما لقي أكثر من ثلاثين مسرعهم خلال المعارك مضيفا أن طيران التحالف العربي شارك بفاعلية في المعارك مستهدفا بعدة غارات تعزيزات للميليشيات الحوثية وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربية العقيد الركن تركيا المالكية أن قوات الدفاع الجوية الملكية السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإيرانية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة وأضاف العقيد المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أن الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والأهيلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوية الملكية السعودي من اعتراضه وتدميره ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات وأكد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية والتابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدي واضح وصريح للقرار الأممي رقم 22-16 والقرار رقم 22-31 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي نهاية المجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة